نبدأ بالبنات ريم ريم قوليلي يعني الكاراتي أولاً شكلك ما يقولش أبداً لعبة بكل الأرقام اللي بتحققيها يعني فقوليلي اللعبة دي إيه اللي استهواكي إن أنت تبقي لعبة كاراتي هو أنا يعني أنا بدأت من أنا صغيرة منه أنا عندي سبع سنين تقريباً كان أخوي أجمر مني كان بيلعب كاراتي فكنت حبيت اللعبة وحبيت إن أنا أخش وأكمل يعني والحمد لله كملت وحقاتك من شجعك في البيت؟ لأ بصراحة كلهم كانوا بيشجعوني ماما وبابا وأخويا كلهم كانوا بيشجعوني يعني إن أنا أكمل حتى في الدراسة وكده وأيام سنوية عامة كانوا كلهم بيشجعوني والحمد لله حققت برضو بطلاط أثناء سنوية عامة يعني الحمد لله كون كلهم بيشجعوني وكنت يعني بتذكري وبتلعبي رياضة بتتفوقي يعني يعني اللعبة كانت بتاخد قد إيه وقت منك يعني إحنا مثلا في المؤسكر بنتمرن تمرينتين أو ثلاث تمرينات في اليوم كل تمرينة ساعة ونص وطبعا في النص بقى لازم يعني أقت الدراسة لازم أن أنا أقاضي ذاكر ولو عندي متحانات برجع مثلا أحضر عشان أنا بمسكندرية فبرجع مثلا أحضر المتحانات وارجع تاني لمؤسكر بس أه وتكملية أخدت أنت في الضيا في البحر المتوسط صح؟ كلميني أهو أنت موجودة هو على الشاشة كلميني عن عن الميداليا بتاعتك طبعا ميداليا ما كانتش سهلة أنا لعبت مثلا تاني ماتش مع بطل التركية دي مصنفة الأولى على العالم بطلة عالم فبالنسبة لي الماتش ما كانتش سهلة خصوصا أن أنا لعبتها مرتين قبل كده وخسرت منها فأنتي عارفاها فأنا عارفاها وهي عارفاني كويس وأنا زي ما قلت حريك أنا خسرت منها مرتين قبل كده فكان من نسبتي تحدي أن أنا حكسبك حكسبك بالضبط والحمد لله قدرت أن أكسبها المرة دي وصورتك والميداليا من وراء الشاشة يعني